السلام لجميع فيديو اليوم هو حقائق عن لعبة جي تي اي سان اندرياس ويلي تعتبر واحد من اشهر ايزاء السلسلة والافضل عند الكثير من اللاعبين وفي البداية لا تنسوا الاشتراك ويلا نبدأ رقم واحد لعبة جي تي اي سان اندرياس تمتلك ثانية اكبر خريطة في السلسلة كلها لان الاولى هي جي تي اي في وبتحتوي خريطة سان اندرياس على ثلاث مدر رئيسية هوني لوس سانتوس وسان فييرو ولاس فانتوريس رقم اثنين اذا نظرنا الى عدد مهمات جي تي اي فاي فرح يكونوا 69 مهمة لكن جي تي اي سان اندرياس تمتلك 101 مهمة وهذا بيخليها اكبر واضخم جزء من ناحية عدد المهمات وتنوعهم واللي ساعدها على هالشيء هو الخريطة الكبيرة والمتنوعة يلي فيها مدن وغابات وصحارة واماكن غريبة رقم ثلاثة كامل مفترض انه يكون هذا الجزء فيه تعدد بالابطال مثل ما صار مع جي تي اي في وهي المعلومة من احد المقابلات مع الاشخاص يلي يشتغلوا على اللعبة لكن الهلأ ما معروف مين الشخصيات اللي راح يكونوا ابطال مع سي جي لكن في النهاي روكستار رغت الفكرة بسبب عدم تحمى قدرة جهاز البلاستيشن 2 لهالتقنية رقم اربعة لعبة جي تي اي سان اندرياس ما انها فقط لعبة اسطورية لكنها ايضا كانت عنوان ناجح بشكل كبير على وقتها حتى انها حطمت رقم قياس بالمبيعات ووصلت الى 17 مليون نسخة مباعة على جهاز البلاستيشن 2 فقط بينما اللعبة الثانية كانت جراند تورزمو يلي باعت 15 مليون نسخة واللعبة الثالثة جي تي اي فيس سيتي يلي باعت 10 مليون نسخة على البلاستيشن 2 رقم خمسة هذا الجزء الوحيد من السلسلة اللي يتميز بوجود عناصر الار بي جي قصد من ناحية طريقة اللعب بحيث انت بحاجة لتخلي الشخص يأكل الطعام حتى ما ينحف تنقص طاقته ايضا انك تقوم بتدريبه حل استخدام الاسلحة والسباحة حتى اكتسب المزيد من القوة حتى في مدارس لتعلمك الطيران والاسواقة كل هالشغلات بتعطي مميزات اضافية لللاعب رقم ستي تم استخدام اسم سان اندرياس لان المدن والبدلات الخيالية اللي في اللعبة من مفترض انها بتشباه منطقة لوس انجلوس الامريكية في حقبة التسعينات رقم سبعة في بعض المعجبين بيعتقدوا انه قصة اللعبة مقتبسة من قصة حقيقية وانه حدثت من قبل لكن في الواقع هذا الشيء غير صحيح لكن اللعبة بتحتوي على بعض الاحداث الحقيقية اللي صارت في الواقع دائما شكل تركوستار بتاخد بعض من الاحداث اللي صارت في العالم الحقيقي وبتدمجها مع اللعبة حتى تبين اكثر واقعية وتراومه رقم تسعة في الحقيقة خريطة جي تي اي في هي جزء من خريطة سان اندرياس بحيث مدينة جي تي اي في هي نفسها المدينة الاولى الموجودة في خريطة سان اندرياس رقم تسعة المكان الايقوني اللي باللعب واللي الجميع بيعرفه باسم غروف ستريت الكثير من اللاعبين والمعجبين كانوا عم يتساءلوا هل الشارع موجود بالحقيقة او الشركة مستلهمته من شيء منطقة وفي الواقع لا الشارع غير حقيقة للأسف ولو كان موجود اتوقعت كل رح يزوره لكن فينك تلاقي شوارع بامريكا قريبين لشكله رقم 10 لعبة جيتي اي سان اندرياس تعتبر من اكتر الالعاب شعبية بالعالم وتاريخ الالعاب بشكل عام وبتحكي قصتها عن كارل جونسون يلي بكان بيشتغل في السابق مع احد العصابات تركهم لفترة وبعدها رجع لهم بعد ما عرف انو والدته توفت وعندها اكتشف كارل انو المدينة تغيرت بشكل كبير بعد ما تركها وانو عصابته القديمة صارت تحت امرت عصابي منافسي لازم هلأ هو يرجع عصابته لامجادها وقوتها الحقيقية رقم 11 هذا الجزء من اللعبي بيصنف على انه M والمقصد هون انو فقط للاشخاص اللي عمرهم فوق 17 سنين واكيد انا وانت وكل البشرية لعبناها لما كان عمرنا 8 سنين ما كان فارق معنا التصنيف لان ما كنا بنعرف بالاصل شو اللي عم يصير بسبب تصنيفها هيك هو بسبب وجود القتل بتجارة المخدرات وايضا الشتائم كل انواعها لان بالأول والأخير نحن عم نلعب برجل العصابات فطبيعي يصير هلشي رقم 12 اكيد واحدة من الحقائق اللي حابين تسمعوها انه ليش بيك سموك وريدر قاموا خيانة CJ اولا عملوا هلشي لأسباب شخصية بحيث بيك سموك شاف انها فرصة حتى يصير هو يغنى ويجمع قدر كبير من المال ويوصل للشهرة اللي بدوا اياها واستغل هالفرصة بدون التفكير بالعواقب اللي ممكن تصر له بالمستقبل اما ريدر فكان الجشع شاغل باله وكلها موجي بمصارب سرعة خاصة بعد ما عصابة CJ فقدت الكثير من المال ولا واحد من هدول الاثنين فكر كيف رح تأثر اعمالهم على CJ وبقية العصابة رقم 13 سألت حالك قديش هذا الجزء بده وقت حتى تقدر تختمه على الاخر اذا بدك تنجح فقط المهمات الاساسية فرح ياخد معك حوالي 31 ساعة اما اذا كنت حابب تختم كل شيء باللعب حرفيا فرح ياخد معك حوالي 80 ساعة لعب رقم 14 بلا بتعرف شو يعني اسم سان اندرياس خلينا نقول لك هي في الحقيقة الهجة قديمة من اللغة الاسبانية ما بيقى ولا شخص بيتحدث فيها ابدا وبيعتقد انها نشأت في جزر الكنارة واسم سان اندرياس مشتق من الكلمة الاسبانية ساند رقم 15 في شيء باللعب انتي ما لاحظته وخاصة في مدينة سان فييرو وحيث هناك اذا كنت عم تتجول فرح تلاحظ انه فيه اماكن وابنية شبه مهدمي وهي في الحقيقة بسبب ان المدينة عرضت لزلزال اذا كنت بتستمع للراديو رح يتم ذكر الزلزال والحادثة اكثر من مرة رقم 16 فيه اشياء داخل اللعب ما رح يشرحوا لك عنها ومنها انك اذا ركبت سيارة شرطة فرح تقدر تعمل مهمات من خلالها واذا خلصتهم رح يزيد درعاك وايضا مهمات الاسعاف رح يزودوا حجم الدم اما سيارة الاطفاء رح يخلوك ما تأثر بالنيران واذا ختمت مهمات سيارات التاكسي رح يصير لكل التكاسي نيترو رقم 17 في بداية اللعب رح تعاني انه ما رح يكون معك اسلحة لتقاتل فيهم حتى ما بيكون محل الاسلحة فتح حتى تقدر تشترى منه ولكن رح يكون عندك خيار هو انك اذا دخلت لمركز الشرطة فرح تلاقي هناك شوتغون وفيك تعتمد بهذه الطريقة لحصل على قليل من الاسلحة وانك كل مرة تفوت على المركز وتاخد الشوتغون حتى يفتح المحل اللي تشترى منه رقم 8 لما تكون عم تختم مهمات باللعبة رح توصل لمهمة اسمها دوبرمان وعندها الخريطة عندك رح تصير فيها عدة الوان كلهم موجودة على منطقة معينة يعني تابع العصابي مثلا البنفسجي للبلاس والاصفار للفاقوس والاخضار للغروف ستريد طبعا انت ما تحاول تحرر كل المناطق اذا خلصت المهمات لانك اذا حررتهم ورحت بعدها ختمت المهمات الناقصة عندك كل الاراضي اللي سيطرت عليها وحولت رح ترجع متل ما كانت ولك انك عملت شيء فاذا حاببت سيطر على المناطق اولا اختم اللعبة وبعدها حررهم رقم 19 في بداية اللعبة رح تفتقد الكثير من المال واذا حابب طريقة لا تحصل كمية كبيرة فما الى غير مقامرة اللي فيها طريقة سرية حتى تربح وما تخسر اول شيء لازم تروح محل المقامرة ومنتشرين اكتر شيء في مدينة لاس فنتوريس وخاصة بالمكان اللي بتسوي فيه المهمات وقبل ما تفوت وتلعب لازم تكون حافظة اللعبة وبعدها بتفوت وتلعب اذا ربحت اكتر بتطلع بتحفظ اللعبة وبترجع بتكفي لعب اما اذا خسرت فيماك تحمل حفظ يلا قبل الخسارة وترد تلعب وتتمك هيك حتى تجمع ثروي كبيري رقم 20 لما تستخدم الأسلحة لفترة طويلة بجزء سنة اندرياس فرح تطور معك وخاصة الأسلحة يليمثل المسدسات او الرشاشات الصغيرة واذا استخدمتهم لفترة لحيصير بدل ما تمسك فرد او رشاش واحد رح تقتر تحمل اثنين رقم 21 سي جي ما نهمومي مثل بقية الشخصيات الثانية من السلسلة وخاصة بالقتال فلما بدك تخليه قاتل اي حدا فما في اسلوب واحد بل العكس فينك تتعلم اكتر من اسلوب فمثلا فينك تروح على الصلاة الرياضية وتتعلم الملاكمة او حتى تتعلم الكاراتي فهيك لما بدك تضرب اي حدا فرح تتغير على حسب اخر شيء تعلمتو رقم 22 اذا كنت حابب تزيد القوة العضلية لجسد سي جي في افضل طريقة لتعمل هاي الشغل بدون ما تروح النادي هي انك تركب دراجة هوائية وتحاول تقطع مسافات طويلة لان سي جي لما يسوق الدراجة ما رح يتعب فهي طريقة سرية حتى تقدر تطور العضلات بسرعة رقم 23 حصلت لعبة جي تي اس اندريس على تقييم 95 نقطة من ناحية النقاط 91 نقطة من اللاعبين على الجهاز بلاستيشن 2 رقم 24 تم بيع اكثر من 28 مليون نسخة من اللعبة على جميع المنصات حتى اليوم رقم 25 منطقة 69 مبنية على الموقع الحقيقي يلي هو محظور في امريكا يلي هي منطقة 51 وهاد فيديو لقصة لعبة جي تي اي كاملة اذا حبيت تدعمني فيك تشترك بالقناة وإذا انت سبيت رح تقصمك في بداية الفيديوهات القادمة ان شاء الله وسلام